بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين كل سنة وحضر لكم طيبين نهاردة اول حد بعد عيد الميلاد يبقى اول حد في شهر ايه بقى طوبة صح كده كيهك عدى خلاص فالسنة اللي بتاكد بادية تود بابا هاتور كيهك تود بابا هاتور كيهك بعد كيهك ايه طوبة اللي هو النهاردة اول حد في طوبة كل سنة انتوا طيبين الكنيسة بتقرأ لنا دايما في اول حد من طوبة بتقرأ لنا شوية اريات واحنا زي ما احنا متعودين هناخد الارات بتاعت الكنيسة بداية من العشية لحد وصولا للأداس عشان نشوف الكنيسة عايزة توصلين رسالة ايه بس قبل ما نعمل كده هنتكلم بسرعة على انجيل الأداس ونشوف اللي حصل بعد ميلاد السيد المسيح وبعد المجوس مجوم قدموا له الهدايا بتاعتهم كان هيرودي اسألهم بعد ما تشوفوه بعد ما تلاقوه وتعالوا لي ارجعوا لي يعني يقولوله لقيتوه فين عشان اروح انا كمان واسجود له الرجل ده كان رجل صعب جدا كان رجل تقريبا سايكوباتيك يعني نفسيا مش مش سليم عمل كذا حاجة في التاريخ مثبتة ضده يعني ان هو كان بيخاف على نفسه جدا وما كانش يحب اي حد يبقى فرحان وهو زعلان لما لقى المجوس ما رجعلوش دايق جدا وازين هو مالك حتى ما بعدش وراهم جواسيس يتتبعوهم يعني عشان يعرفوا ازين من لهم ده كانت خطت ربنا ما هو معرفش فين بالزبط فلما لقى كده قرر ان هو يقتل اطفال بيت لحم كله طب حيروح يقول للاهل يعني او هيروح يبعت جيش يقول لهم اقتلوا اطفال البيت لحم لا تاريخ كده تاريخ روماني بيقول ان هو تحايل على على اهل بيت لحم وتخوم اللي حواليها بقى هو قال لهم ان انا عايز اعمل احصاء للاطفال اللي من سنتين وقال يعني عايز يعدهم يعني سانسيز يعني فكل طبعا الاهالي جايين مش ميدين اخوان لما راحوا عشان يعملوا الاحصاء كانت لقوا امر واضحة للجنود خلص على اولاد السؤالين في نقطة بس ويعني ممكن انتوا تبحثوا فيها العدد بتاع الاطفال انتوا عارفينه كام. تابع دوروا عليها كواس. تابع دوروا عليها هي هي مش مية اربعة وربعين الف العدد كبير اول لان بيت لحم كانت قرية صغيرة. قرية صغيرة لم يبقى فيها مية اربعة وربعين الف طفل سنتين فما دون معنى كده عدد السكان نفسه كام فكرو فيها شوية بمدور على الرقم تاني المية اربعة وربعين الف المذكور في كتاب المؤدس مش على اطفال بيت لحم مسكورة على. اللي موجودين في سفر الرؤية اللي هم لم يتنجسهم مع النساء بس ده والارقام دايما مش مش بتتاخد بحرفها في سفر الرؤية فكعدد عدد يعني ما كانش العدد الفزيع ده كمان فيش في شوية نقط لو كان فعلا العدد ده كان بني اسرائيل او يعني الناس بتوعه بيت لحم ما كانوش سكته كانوا عملوا صوره على هيرودس واكلوه تخيلوا يعني هو عدد الجيش قديه الروماني اللي في البلد لما عدد بس الاطفال مئة واربع واربعين الفي بتعداد السكان قديه واخدين بايكم ففكروا فيها شوية دي نقطة بس حبينا نقف عندها عشان نعرف شخصية الراجل ده لانه هو كل راجل متعب لما خلاص حس ان هو قرب يموت له هو هيرودس المالك ده طلب من اخته وجوزها ان اليوم اللي يموت فيه يقدوا على كل عائل اسر يعني يموته كل عائل اسره في المملكة اللي تحت ايده عشان طبعا اليوم اللي كان حيموت فيه الناس كلها كانت هتبقى فرحانة ومتشفية هو ما كانش عايزهم يفراه حتى يوم ما ماتوا كان عايز كل بيت يكون فيه نواح وعويل وحزن يعني هما كده طالما هو مات الكل يحزن مش مهم عليه المهم يبقى حزان بس ربنا كسفوا واخته واخته كمان ما سمعتش الكلام لانها ما كانتش بتقوها هي كمان فمات والتاريخ طوى صفحة الرجل ده بعد كل اللي عمل طبعا لما لما طلع الامر بان هو يقتل اطفال بيت لحم ظهر الملاك ليوسف النجار وطلب منه ان هو ياخد الصبي ويهرب لارض مصر يعني مش عارف الواحد يقول ايه بيقول الظروف سمحت لنا احنا كمصرين ان احنا بلدنا تاخد بركة من السيد المسيح نفس ويجي ويقعد عندنا ويبارك اردان قديس شحانه زهبيه الفم يقول كده السيد المسيح حب يثبت وجوده وحب يثبت للعالم كله ان هو جه عشان كل الاشرار في العالم الشر كان يرمز اليه في منطقتين ايران او الشرق يعني مكان المجوس مجم فطلع منهم ناس يشهدوله ان هو المخلص اللي هم المجوس ورجعوا المجوس تاني لايران البقرة التانية كانت مصر بكل خيرها وجبروتها وشرها للحاضر المسيح بنفسه دخل ارضها عشان عايز يقول لنا ويأكد الايل اللي هو قالها بعد كده ما جئتوا الادوع ابرارا الى التوبة بل خطاب طب حد يسأل يقول طب السيد المسيح ليه هرب من من واكه هيرودس ليه هرب لمصر اوليه ليه هرب في الاساس في اربع اسباب يعني حتم قدامكم كده هنعد عليهم بسرعة قبل ما نرجع تاني للقراءات السيد المسيح كان جاي عليه شر القاتلة ده كان شر السيد المسيح لما بيهرب من الشر اللي جاي عليه بيعلمنا ان احنا من نواجه الشر بالشر نواجه الشر بالخير بيقولو كده لو وجهت الشر بالشر امتى حانته الشر لو واجهت العنف بالعنف امتى حنطيه العنف مش حينته صح لكن لما تواجه الشر بلخير ينتهي الشر ومن الى يفضل لان الخير يكسب السيد المسيح برضو لما بيهرب بيأكد حقيقة تجسود زي من قديس سحن زهبيه الفم بيقول لو أنه منذ طفولته المبكرة أظهر عجائب لا ما حسب إنسانا يعني طفل صغير اللي يبتدي يعمل معجزات هتحسب إنسانا زي قديس سحن زهبيه الفم أقول لكم قال اي تاني يقول لو أنه منذ طفولته المبكرة وهو صغير قوي كده أظهر عجائب هنحسبه إنسان إزاي مش هنقدر نشوفه بأنه هو إنسان مع أنه هو فعلا إنسان نمرة ثلاثة زي ما قلنا إن مصر كانت مصر تحديدا كانت بقرة من بقر الشر ربنا جه يملك على كل الناس على الأشرار وعلى الأخيار أو اللي فاكرين نفسهم يعني أبرار يعني بس هو جه أعلن أنه جاء ليملك حتى على حتى على مكان الشر مركز الشر هو مصر عشان بعد كده مصر دي حتبق أبدا ما هي مركز للشر تشوفه مصر تحمل راية الإيمان الصحيح أيام أثنانسس الرسولي وفي سبب فارعي بس سبب مهم منه يتنظر ربنا ربنا ده بيفكر في كل في كل حد سبب عشان خاطر يوسف النجار نفسه من كم أسبوع كده أو من كم شهر لما يوسف النجار لقى الست العدرة حامل شك لأنه هو ما لمسهاش فالملاك ظهر له قاله إيه قاله الولد ده حيبقى مخلص شعب إسرائيل يوسف النجار قال إيه أمين على الكرة هو تقريبا ما قالش حاجة خلص في كتاب مؤدس مش يعني أنا معرفش هل هل لي أي كلام مذكور في كتاب المؤدس أنا مش فاكر له أي يعني أو حاجة قالها يعني بس الراجل ده يعلمنا لما نعد ندرس حياته كده نعد نتعلم يعني إيه سلم يسلم قال أمين أو يعني يعني يوافق على اللي قاله الملاك وبعد بلادي المسيح ظهر له ملاك وبيقول له خد الصبي وهرب يعني أنا لو ما كان يوسف النجار ده هكلم ملاك بقول له عم إزاي مخلص اللي أنت بتقول عليه من كم شهر بتقول عليه مخلص وإزاي نهار ده جاي تقول لي اهرب يهرب إزاي بقى لما هو مخلص لكن برضو ما قالش حاجة لأنه هو كده كان كتاب يقول عليه كان رجل بار يوسف الزغدية كان رجل بار ما شكش مر ربنا سمح له أنه هو يدوء طعم الغربة عن عن أهله وعن بيته وعن عشرته في مصر خدوا بالكم ما كانتش سهلة لعلى الستة العدرة ولا على يوسف نفسه لأن يوسف كان راجل كبير تخيله بيعمل بيسافر مشوار زي ده وبيقعد في مصر مدة طويلة بالشكل ده ربنا سمح له أنه هو يدوء طعم الغربة وأنه هو يكتاز الألم وعن رغم من كده ما شكش في قدرة ربنا وما اعتردش على ترتيب ربنا بالعكس كان مطيعا خادم وحارس أمين للستة العدرة والطفل يسوع ده كان بالنسبة ليه السيد المسيح هرب من واحد هيروديس لو جينا بسرعة بعدين على قريات بتاعت الكنيسة من أول عشية هنحاول ناخد منها رسالة واضحة وضوح الشمس يعني كده في المزمور بتاع الشي يقول يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم هللوا يعني هللوا الأرض يا كل هللوا رب يا كل الأرض يجي في إنجيل نلاقي السيد المسيح يقول يصنع خيرا ويشفي كل مرض يبا احنا عارفين هو طلب مننا إن نتهلل ونسقف ليه واخدوا بالكم قال يا جميع الأمم مش بس اليهود يا جميع الأمم هللوا الرب إن الخلاص للكل طلب مننا إن إحنا نفرح عشان العتال اللي إحنا إحنا قرناها في الإنجيل بتاع عشية اللي هو جاء يشفي كل مرض ويجول يصنع خيرا في المزمور يقول الرب قد ملك لابس الجلال ده مش مجرد حد كويس جاي يعمل أعمال خير والزمن ينسى ده ربنا نفسه بجلاله بوجوده لبس الجلال وحله واستنه على نفس الإنجيل أم سوري على إنجيل باكر يقول نقرأ عن إن السيد المسيح يخرج الشياطين بسلطان ده مش بس ليه سلطان على المرض ده ليه سلطان برضو على أرواح النجس كده هو بيعالج نقطتين مهمين حنوصل لهم طبيعتنا اللي تغيرت بعد ما انترادنا من الفردوس بسبب الخطيئة طبيعتنا تغيرت فبقى الشيطان ليه سلطان علينا والمرض برضو ليه سلطان علينا السيد المسيح جاء عشان يقول لنا أنا أنا عندي الشفاء من أمراضكم وعندي سلطان على الأرواح الشرير فرسالة معلمنا بوليس في البوليس اللي احنا قرنا النهاردة أو اللي تقرأ علينا يقول كده هي واضحة من أولها يعني مش محتاج أنك تقرأ كتير فرسالة معلمنا بوليس عشان تعرف معلمنا بوليس عايز يقول إيه بيقول في أولها فإن كل شيء قد كتب من قبل أو كتب من قبل إنما كتب لأجلنا لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء صبر وتعزية وإله الصبر والتعزية يعطيكم فكراً وحداً متفقاً فيما بينكم رسالة رجاء وصبر وتعزية بوليس الرسول على غير المعتاد يعني بيوضح بيقول الكلام واضح ومباشر هو دائما يقول الكلام فلسافي شوية بس المرة دي قال الكلام بوضوح يعني البوليس رسالة رجاء وتعزية لأن الخلاص إن بروسز زي ما بقوله يعني السيد المسيح جه اتولد هو بيكبر وسطنا وحيقدم لنا خلاص على السليم في الكاثولي يكون يقول كده معلمنا يوحنا يا أحبائي الآن نحن أولاد الله ما هو واحد ممكن يقول لك طب كل الكلام ده كويس بس إحنا إعلقتنا بسيد المسيح يعني إحنا إعلقت نبي خلاص هلني أحنا فإن هو أعطانا إن إحنا نكون أولاده إن الخلاص اللي هو بيجهزه ده بيجهزه لنا لأنه كلنا أولاده مش بس يهود فأعمال سفر الأعمال اللي إحنا قرناه وفي المزمور بتاع الإنجيل الأعمال يقول يجيب الجزء بتاع أو في الأبراكسيس يعني كان بيكلم كلام على على أبوليس وبرنابا أخبار بكل ما صنع الله معهما أنه فتح للوثنيين باب الإيمان يبقى خلاص لمن لحد دلوقتي طب هو دعان أولاده كلام لليهود لا للكل كل اللام ده برضو هنتأكد عليه في المزمور يقول كده إيه في المزمور أعلن الرب خلاصه قدام الوثنيين وكشف عدله لهم ذكر رحمته لعقوب حقه لبيت إسرائيل يعني الرسالة للكل كل ده إحنا وغدين بالنا أنا عملت للكم بوينس معينة من القريات عشان نقدر نتلعب الرسالة في الآخر وبعد كده الإنجيل زي ما تكلمنا حروب السيد المسيح لأرض مصر كل الإراءات لحد الإنجيل بتشير رسالة فرح ورسالة عزيه رسالة فرح افتكروا دايما النشيد بتاع الملايكة لما ظهروا للرعاة ونشدوا قالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر بسرعة كده هنقول هنحاول نغطي بس نقطة ده سبب رئيسي من الزواج اللي جيه السيد المسيح وتجسد عشان أن ربنا لما خلق آدم في الفردوس خلقه بالعيب على صورة ونساله بس لما آدم أخطأ الطبيعة اتغيرت الطبيعة فسدت بازت الطبيعة دي لما فسدت وبازت ما عادتش قادرة تسمع كلام ربنا بقت تحت الضعف بقت بتخطئ لما تحط النموس الكل خاد صفر محدش عارف يجيب العلامة كاملة لأنه كده يقول لمن أخطأ في واحدة فقط أخطأ في كل ويقول برضو الجميع زاغوا وفسدوا أعوازهم مجد الله فبالتالي الطبيعة دي كانت التغيير أو العلاج ما كانش ينفع في أننا نديك نصيحة لأ أو أننا دي قوانين تتبعها التغيير كان أو العلاج كان لازم يحصل تغيير جازري في أساس المشكلة اللي هي الطبيعة بتاعتنا فلما السيد المسيح يتجسد نقول كده في التسباحة الكلمة الجميلة اللي احنا دايما نعرفينها ونقولها دايما أخذ الذي لنا اللي هو إيه اللذي لنا طبيعتنا طبيعتنا الصعبة دي طبيعتنا الضعيفة المرض ليه سلطان عليها والشريطان ليه سلطان عليها أخذ الطبيعة ديت وأعطانا اللذي له اللي هو إيه الخلاص الجسد الممجد اللي يقدر يخش السماء خطو بلكم صعب قوي 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 تبقى أنت محدود في موقف ومطلوب منك أن تبذل أقصى ما عندك وفي الآخر برضو أقصى ما عندك ده مش كفاية يعني ده كان حل أبقنا الإديسين قبل قبل القيامة وقبل التجاسب واحد زي داود النبي مثلا بشهادة ربنا نفسه فتشت قلبي عبد داود فوجاته حسب قلبي على الرغم من كده داود كان فين قبل القيامة كان في الجحيم كان في مكان لانتظار طب إزاي أصلا هو الطبيعة فازة ما ينفعش تخش غير لما الطبيعة تتجدد نفسها فدينا تمهم جدا في التجسد نقول كده هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له فإن كانت الرسالة رسالة فرح لأن خلاص دلوقتي أنا لما باتعب وبجاهد وبآمن بسيد المسيح وبسيب ويملك لحياتي وخلي الإيمان ده يترجم في صورة أفعال في حياتي أنا ليه مكان في السامة أنا مكاني معاتش في الجحيم خلاص وخديم باكم المعادلة زبطت المعادلة الأول كانت دايما صفر دلوقتي لأ المعادلة زبطت اللي يؤمن ويعمل أعمال أو يعني يبين إيمانه بالأعمال بتاعته هيخش السامة ودي على فكرة حاجة مش سهلة فكروا فيها كده أبونا دايما تلقيه دايما يقول كده وهو بلف بالشرية في كنيسة ناس يقول لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك إيه نحن دايما نقول حتى هنا في القدس صح لأنك قتايتها وخلصتنا تخيلوا لو المسيح ما كانش جيد رسالة فرح رسالة خلاص رسالة أنت ما عدتش تحت نير ضعف الجسد أني مور لما تؤمن ولما تعمل أعمال الخير لما تحب أخوك تحب الرب إلهك من كل قلبك لما يكون عندك إيمان عندك عندك صبر لما تبتدي تتبع الإيمان بتاعك تفولو الريجليشنز أو رولز وتطبق في حياتك هتعرف يعني خلاص ربنا أنت هتحس أن ملكوت الله جواك أنت عايش السامة على القلب رسالة جميلة رسالة مفرحة ربنا فرحنا دايما بوجوده تعالوا قلكم آخر تأمل بسيط لما نروح مع المجوز كده نفتكر المنظر ده ما نرجع بزهننا الورى نفتكر المنظر ده ثلاث رجالة كبار شب يعني شبه وزراء أو شبه ناس محترمين قوي فري مان يعني نزلين على رجليهم عشان يوصلوا للمزود اللي محطوط في المسيح وبيقدموا له الدهب أنا رب النهاردة بقدم لك الدهب أغلى ما عندي أنا بقدمه لك أنا مش سترخص عليك حاجة واحد ثاني يوتي قدام ومسجد يقول له رب أنا بقدم لك اللبان تذبحتي وصلاتي أنا بقدمها لك قبلها واحد الثالث يعطيه المور يقول له رب الألم والمرض وتعب اللي في حياتي أنا بقدمه لك عشان أنت سمحت بي أنا بطلب منك أنك تسعدني أنت سمحت بي عشان تديني إكليل أفرحوا أفرحوا لك ده خلاص افتكروا دايما أن لولا لولا تجسد ولولا الفداء ما كناش أبدا نحن نشوف السامن له المجد في كنساته دايما لأبدا ترجمة نانسي قنقر